السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود ربيع النهار ده هنتكلم على أفضل سبع أشجار بيتحملوا الحرارة كمان مزهرين طول العام اللي هنا بيهم سهلة جدا بيتحبوا المياه الملحة لو المرة تشوفوا القناة اشتركوا فعل جرس لو أعجبك الفيديو دوس لايك وارككوا لنشارك الفيديو مع أصلاقنا صاحبنا خالي لكله تسبيل أول شجرة معنا هي شجرة الياسمين الهندي ومن أفضل الأشجار اللي بتتحمل الحرارة كمان مزهرة الزور بتاعاتها عطرية جدا تقدر كمان ان انت تزرحها في سقيس اللي هنا بيها سهلة جدا أول حاجة بتحطها في الشمس في منها لونين اللون الأبيض وفيه اللون الأحمر ده اللي انتوا زيفينه اللون الأحمر ورحتها زي اليسمين كده من أفضل الأشجار انت تقدر تزرحها بتتنفع في العراق وفي الجزار وفي الملاكة العربية السعودية وفي مصر طبعا هي بتحب الشمس الزيادة كمان بتحب بالنسبة للتسميب بتاعها بنسمادها كل شهر أو كل واحد وعشرين يوم بتشرب كل يوم مرة واحدة بس في الصيف بشي ده كل 3-4 عطيان تاني الشجرة معانا هي طبعا شجرة التقومة من أفضل الأشجار ونجحهم وكمان ما بتخربش الجدار تقدر انت تزرحها في سقيس مزهرة طول السنة ودي مزرع حاليا في الملاكة العربية السعودية بشجرة التقومة زي ما انتوا شايفين كدتي من أفضل الأشجار الأنها برضو بقى سهلة شمس 8 ساعات شمس بشرة الميا كل يوم في الصيف بنسقها مرة واحدة في الشتاء كل 3-4 ايام بتتزرع بالبزور بتنفع بالبزور بس وسهلة جدا ان انت تقدر انت تروح تشتري البزور أو لو عند جارك تاخد منه بزور وتزرحها على طول لو حبيت ان انت تكون زي كدتي أهم حاجة يهتم بيها الراي تاني حاجة تهتم بيها التسميت باستمرار والقص باستمرار ثالث شجرة معانا والآه الشجرة دي جميلة جدا طبعا دي دي شجرة البنسيانة من أفضل الأشجار اللي بتنفع فيه أجواء الخليج عامة أنا ليه بقى أقول في أجواء الخليج لأن الأجواء حرة طبعا دي بتتزرع بالبزور اللي هنا برضو بيها خمس تسعة شمس بالنسبة لي الرأي كل يوم بنسقها في الصيف مرة واحدة طبعا بالنسبة للتسميد هي ما بتحبش التسميد وعلى فكرة دي غير مخربة للجدار الأشجار دي كلها تقدر أنت تزرعها وأن الصور تقدر أنت تزرعها في السقيس تقدر أنت تزرعها في الحديقة فهي ما بتخربش الجدار وكمان بتتحمل الأجواء الحرة وأنتم زي ما أنتم شايفين شكلها بالشكل الجميل ده ما تنساش تدعمنا باللايك والشير وشارك وكل جديد إن شاء الله على القناة وكل جديد إن شاء الله على القناة الرابعة الشجرة معنا هي طبعا دي دي شجرة جميلة جدا زي ما تشايفين كدتي شكلها كدتي جميل جدا هي اسمها شجرة الزنزلخت شجرة الزنزلخت من أفضل أشجار وعلى فكرة دي ترضى للحشرات وترضى للنموس وترضى للبعض دي شجرة الزنزلخت من أفضل الأشجار وطبعا بتتزرع بالبزور وتقدر أن تتزرعها برضو في الأجوال حرة جميلة جدا من أفضل الأشجار اللي أنا بحبها جدا لأنها كمان طاردة للحجرة رابعة الشجرة معنا وخامل شجرة معنا هي شجرة الدفلة الشجرة الدفلة دي بتتحمل الحرارة مزهرة طول السنة بتتزرع بالنوعين بالبزور وبالتعيل وكمان تقدر أن تتزرعها في الشوارع مزهرة على طول في الشوارع مزهرة في كل حاجة ستتخلي بأنا لأن الشجرة دي معظمها سمى الشجرة دي سمى بس هي من افضل الاشجار اللي فعلا بتتحمل كمان تقدر انت تزرعها في سقيس ومزهرة طول السنة او طول العام من افضل اشجار اللي انا بحبها رغو ان هي زي ما قلنا ان هي سمة فتخلني بالنا منها لو عندنا اطفال ولا الحاجة بلاش نزرعها بس من افضل اشجار اللي بتحمل الحرارة سادس شجرة معنا او خامس شجرة معنا شجرة الجهنمية من افضل اشجار المتسلقة او القايمة من أفضل أشجار المتسلقة هي شجرة الجهنمية دي بتتحمل الحرارة لو أنت عندك صور عندك حاجة تقدر أنت تزرعها فوقية وكمان بتزرع بالتعيل سهلة جدا العناية وكمان بتحمل أجواء الحرة لو أنت حبيت زي كده أهم حاجة التسميت بتسمية ده كل 21 يوم باسمية NBK تانحية الرأي بنسقيها كل يوم مرة واحدة بس في الصيف بالنسبة لي فيه نوعين منها النوع القايم والنوع النوع المتدلت زي ما أنت شايفين ده بيوصل حوالي اللون ده بيأفضل لون بالنسبة للجهنمية اللي هو بيمد ويكون سريع جدا اللون ده اللون الأبيض واللون الأصفر بيكون ضعاف جدا في النموة النساء تدعمنا بلايك وشير وشارك وأي سؤال سجله فوق مان تحت وأنا أرد عليها السلام عليكم ورحمة الله